في بقى نقطة تخلينا سأحرك سؤال تاني مهم قوي أنا كسبت ماتش وبرى ملعبي بالمسمى لأفريقيا الكونفدرالية وجايب هدفين برى ملعبي إحنا كزمالك عندنا أبعاد أخرى وعندنا أهداف أخرى بطولة أحد الأهداف لكن دلوقتي أنا دايما لما أخد كل مباراة بمباراتها بعد الفوز الحققته وبعد أن أنا تخطيت مثلا 50-60% من المشوار بإحرازي هدفين على فريق فيوتشر ألعب ماتش العودة إزاي؟ ألعبه بمنطق أن أنا أقفل وأضمن هدفين وأستنى في فريق فيوتشر هو طبعا بمقدمش حالي أنه يهاجم عشان وأنا ألعب بقى أن أنا أقفل طريق لعبي وألعب على المرتدات ولا أفرض شخصتي من البداية وألعبه أكنه ماتش دوري وأن أنا نازل أكثر في فريق في دوري اللي فرق النهاردة إيه في الماتش وده اللي أخدنا نتكلم عن اللي جاي إن النهاردة جوميس كان متخيل إنه يبدأ هو الهجوم الكاسح والناس هتدافع فيوتشر شيء طبيعي فرق الإمكانيات من الفرقين وفرق الطموح فهتبقى هجوم زمال كاسح من الأول ودفاع حديدي لفيوتشر اللي حصل إنه بالعكس فيوتشر اللي بدأ بيهاجم وفيوتشر اللي بيضيع الفرق فهو ده شفت بقى أكبر غلطة للزمالك لو غامر في المباراة اللي جاي غامر ما يغامرش ما يغامرش أنت أهو متقدم اتنين واحد وأنا بقولك والنتيجة لصالحك التوازن أنت بتلعب برضو على إن كان النتيجة صفر صفر لكن ما تغامرش أنت عارف بالشكل المنظم مافتحش خطوطي بحس إنك هلما تشدي خطورتها فين أنت فهلتش لو جاب جول ماسهب فقر عشر دقائق طب مغربك المشهد تماما يقفضوا لجول واحد ويسعب هتبقى محطوطة على تضغط مش طبيعي أنت بتلعب بشكل منظم تماما ومتوازن وتحاول فعلا تستسمر كل الفرص المتعالج إنك تكسب المغرب متلعبش على التعالج أنت فرقة كبيرة طموحك إنك تاخد المطشين مش تاخد مطش واحد والمطش التاني حتى لو تعلق طموحك إنك تكسب المطش كمان بالشكل المتوازن اللي مافتحش خطوطك وتعالج برضو المشاكل الدفاية اللي عندك بشكل واضح لأن لو استمرنا بدأ يبقى فيه خطورة على تفع الزمالك وعلى مرمى الزمالك